السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم 22 نوفمبر 2020 وفيديو جديد من سؤال جواب. الى كان هذا الفيديو هدا كيهمك وكتشو بي انه كيهم المسافرين اللي غادي يدخلوا اللي يخرجوا من اوروبا. بارتاجي هاد الفيديو وامل لايكات. ولكن عندك شي سؤال اخر مرحبا بك في التعليق. سلام خويا معك علي من سينيغال. كان شكرك بزاف. ده انت نالي كانت السيدة ديالك في ايطاليا وبغضي عندك المغرية وممزيان. بزاف ده بس سيدة وصلت عندي الله يرحم لك والدين كل شي على ما يرام. يا وسيدة مزيان الله يصير الامر. شكرا على على التفاعل ديالك مع القناة كدليك وعلى الاخبار ديالك. سارة بو حميدي. سلام خويا. انا كانت قصدني كورونا الشهر اللي فات. وده فوق ما درت البس سير كيخرج لي بوزيتيو. في الدم كي يخرج لي نيغاتيو. قطعت نمشي المغرب بارسلون نادور. اربعة في تناش نولي تسوء تلتاش واش عندي شي حل. واختصار الحل الواحد هو ان التشت بس سير يخرج لك اه نيغاتيو. اذا كان كيخرج بوزيتيو يعني راح يكون باقع ما زال عندك هاد اله هاد الكورونا. اولا بدل اه بدل الكلينيك هادا اول يعني اله الحل اللي كي يجيني دابا مباري او بدل الكلينيك الى كان دايما كيخرج بوزيتيو. لان اخصي كتعمل واحد بعدها شكتعمل الى سير وكتعمل ديال الدم. اخصيك تعمل تحالي ديال اللوعب ديال الفم والما خط ديال منيف. يعني ماشي ديال الدم اخصيك تعمله. ده اللي مطلبه هو يعني ديال الفم وديال منيف لكي يعملو داك بحلقة كي يجب دو بنسم هادك السائل وكي ويحلوه. السالة ما سيبقى لي اخويا ما ادراش مني قرد السواب المرة اللي فيتا شهوري كانتش مشكلة خير راشيد مع قلتي شنو قع عندي الفول لوفان ديس عندي الفول عشرين ديسمبر من ستوكولم انتونجي على امستردم اسكال جو ساعة ونوش واش ما كانش حتىش يشكل خير راشيد بالنسبة لستوكولم مع امستردم مكين حتىش يشكل ولكن خسك تسبرزونتي البسير البسير حتى عدي تدخل المغرب نورمال مو شركة الطيارة الاجراء اللي عنا كنت تسخده هو يعني في الخرج في المطار اللي ولي غادي تخرج منو قيت تطلب لك البسير يعني نورمال مو في ستوكولم خصوم يطلب لك البسير اذا عرفوا ديستيناسيون فينال دياليك المغرب باركي لا ما عرفوش ديستيناسيون فينال المغرب ما يمكن ما يطلبوه لكش الى ما كانش عندك البي يعني يعني بي واحد الى ما كنش غادي تبدل الطيارة ولا الايرولينية في امستردم ولا كرة في امستردم ضروري غادي تطلبوه لكم يعيشوا يعني الاتجاه المغرب غادي تلبو لك البسير من غير هيدا ما كان حتى شي اشكل السلام عليكم كانت منى هاد المرة دي بغيت نسول الى التحاليل واش كي قبلو اللي كتوجد في نص ساعة جاوبني عافك جاواد اسبانيا قلل لا عندك تعمل دك تحاليل ديال نص ساعة خاص تدير البسير ونفس شي انا قول لك حتى انا اختي ولا اخي ما عندك تدير ديك التحاليل خاصيك البسير ديال لابوراتور ديال نهار الطيارة كانوا مشين فيها مياه وسبعة وثلاثين ديال الناس مشاو سبعتاش لا سبعة وعشرين ديال الناس واللي باقي كامل ما سافروشي كتار من مياه ديال الناس بقاو يعني يعني بقاو في الماطر ما سافروشي تلغتلو من رحلة وخابغا ويعني يعملو احتيجاج وذيك الشي ولكن ما عندك ما تحتاج خصيك تعمل البسير اللي كتطلبو لك الدولة ولهذا عافك عندك الضياع البية ديالك اعمل امور كما كما خصت تعمل عاديك سافر يعني البسير خصي يكون في اللابوراتور سلام خويا البقالي وي كيعطيوها في الطيارة دي معك غير شستيلو بس تعمرا انا مشيت في الطيارة واتاوها لنا وقل كيدر على الاستمارة استمارة استمارة دخول استمارة صحية لدخول المغرب اولا الدخول الى اسبانيا ومخي عابدين لكساك النوع ديال المغرب ولا ديال اسبانيا شكرا بزاف السلام اخي البقالي هل من اخبار عن تاريخ فاتح القنصوريات الاجنبية في المغرب اللي دفع الفيزا وشكرا جزيلا بول عايش حافظ ام شوف اخبار ديال القنصوريات ما عندي شي اخبار اكيدة وما عندي شي دراية كبيرة بالموضوع ولكن اللي يفهمت هنا كنشوف بانك يخليوا الناس اللي عندهم فيزا ستوديانتي انهم يسافروا يعني القنصوريات مفتوحة ولكن مدام المغرب لا يسمح للسياح بالخروج من المغرب فبالتالي عادت كل فيزا ديال السائح ما قد تعطاش بالحق في الفورمولاريو مثلا ديال الرحلات الاستثنائية البحرية ولا الطائرة مثلا كيسمحوا للناس اللي عندهم فيزا ديال تجمع عائلي وديال استوديانتي ديال تلميذ انه يخرج من المغرب وبالتالي عادت القنصوريات مفتوحة ولكن كتعطي غير واحد نوع ديال الفيزا ماشي الفيزات كاملة بينهم ما قد تعطيش الفيزا ديال السياحة لانا اصلا دابا في المغرب وخدكم عندك وضغطت مؤسسة من المغرب وبالتالي عائلي والوحيد هذا سيد يمكنك التتالي الوحيد من المغربوك الوحيد من المغرب من المغرب سي اي ماس دي ونبيون دي مرويك وشا مادريد ونو عشبانيا برو ما عرفتش ما عشمان تيارة غاديت سافار ووش من مدينة خارج حدد السؤال يلك اكثر باش نقدر نعطيك الجاوب محدد اكثر وش من كازا ولا من نادور ولا من تنجا ولا من اقادير من اتخرج من المال السلام خوية بقالي واش بسير موليكولار واش دايز دايزين في المطار شكرا من ايطاريا الماغوك السلام عليكم شوف انا معرفش ان هو موليكولار بعدها باش نكونون متفهمين التست اللي دايز ولكن عارف كيرجوع الناس اللي كيجيبوا التست ماشي هو هذا كيجيبوا التست رابيدو كيجيبوا التست باش نكونوا واضحين مع بعضنا ونضرو بالدريجة دينا اللي ينفهمه كيجيبوا واحد العود فيه القطن في الاخر وكيدخلوه لك فست من اخرك كيجيبوا لك يعني المخاض يعني الخنونة بالدريجة دينا من من اخرك وكيدخلوه لك وكيدخلوه لك حسنا دووجته كيدخلوه لك في حد اصادق دينا اللابراطور او تاني تشبروه او اداخر وكيدخلوه لك وكيدخلوه لك شوية للعاب من الحلق ديلك وكيدخلوه لهم هذا هو التست بسير لدائز اتفقنا لا التست الاخرين ما عرفت كي تدبط لهما ولكن اللي ديز هو هالتست بسير هذا اللي كي ديولك عينا من فمك وعينا من نيفك عربيا من بارسلون نادر واش بسير بالاسبانية مقبول و بسير واش ديال السيدالية مقبول كي يكون رخيص من اسبانية المغرب مقبول التست بالاسبانية ولكن ديال السيدالية ماشي مقبول اللهم صبح الله العدم قدوز مع شي وحد ما كيروتش البال ولا التست بالسير خصويكون التست ديال يعني العديد نورمال كاد في الكلينيك الحاليشراحة ده براشجولها تلاتة مرات وانا كنشرح هنا يا حانوه التست بالسير يعني اي تست اخر رابدا ديال فارماسيا ديال الدم ولا دهنا مقبول التست اللي مقبول هو الى اللي كي يدار في الكلينيك عفاق واش مازال غيكون رحلات من بريطانيا للمغرب في شهر دو جنبير واش غيكون عبر الرحلات العربية واخد الملكية المغربية نعم كان رحلات من بريطانيا للمغرب في دو جنبير ولكن بحال دايما اول حاجة كنفضل للناس ما تشري شي الرحلات بعيدة بزاف تشري الرحلات تكون قريبة شوية يعني اه مهم انا شخصيا شخصيا لو قدس غادي نسافر غادي نشري الرحلات ديال من دباع عشرية من فوتاش وبالنسبة لدو جنبير راه المغرب على نحرط الطوارئ حتى عشرها دو جنبير يعني من عشرها فوق اه ما يمكن يكون شي اخبار اخر ولا شي تغيير اخر اخوص انا الرحلات ديال مثلا كين بعض الرحلات ديال ريانير بدت تكتلغى من لندنستان ستيد من المغرب ولهذا انا كنفضل ان الناس ما تزرب شي وتشري بيه قريب الرحلات كيني من انجلترا للمغرب ولكن ما تشريش رحلاتكم بعيدة سعيد سلام سلام عليكم اخويا مهم رايدة بغيت نشوفها لايشا فيها مسكينا واشري حلا بماطر مادري ديالة كان نسبة اشعار نيغاتيبة وديال الدم زيانة ممكن نسافر ما كنش هادا كيسم السوريولوجي ديال الدم المهم البيس اير اخي سعيد هو اللي هترنا عليه عافك لما كتش شفت الفيديو من اللي ورجاء اللي البيس اير كيفش خصو يكون خصو يكون على حق قطر يقوم عدل في الكلينيكا ويعني كي ياخدوا واحد العينة من الفم وعينة من الانف هادا كوال بيس اير الاخداء والقدم هادا كراه ماشي ماشي بيس اير اللي يخصو يكون صفقنا خي سعيد وغي سافي الويدة ولايدة سلام اخويا بقالي انا عندي رحلة مع ترانزافيا يوم سمي وعشرين هاتشهر مراكش الى امستردام ومن امستردام زيوريخ يعني عندي فقط ساعتين في ماطر امستردام خصني بيس اير في ماطر امستردام شكرا اخي احمد على حساب واحد الاعلان خرجه واحد ام شنو كتسمى بحال اتحاد شركات لملاكي شركة الطيران هو ماشي ماشي الوكالة الدولية للطيران وماشي المنظمة العالمية للطيران واحد اللي نقوله بحال السنديكة ديالشركة الطيران خرجه بواحد الاعلان بان الترانزيد ما يحتاجوش البيس اير وخد كون الدولة طلب البيس اير هادا هو اللي فعلميا ولكن ما زال ما يعني تشي واحد ما اكد لي بان راه داز مشي ماطر الترانزيد فين تتلب بيس اير وما كيدير بحش وركن اللي كي مكتب كتابة والشروط هو ترانزيد ما كيحتاجش البيس اير سلام اخي عند الطيارة اير ارابيا مادريد طنجا نهار تمانية وشهر حداش واش غير بيس اير غير بيس اير اخي محسنية واحد الورقة الاستمارة للدخول الى المغرب اللي خصك تعمره اولا بعد الناس قالوا لي كتتعمر في اكيد كتتعطى في طيارة الصراحة انا ما يعني ما سفرتش للمغرب ما عارف شوش كتتعطى في طيارة اولا لا ولكن انا كنصح الناس انهم يعمروا ها اولاين وز ام بريمي هاوس ديها في الدك مبتالي كتمشي مرتاح عارف راسب انك عملت تقريبا جميع الشروط ولا رك اولا جميع الشروط اللي خصك اللي قد تلبس اديك الطيارة للدول قد بشي هاني مع رسك السلام عليكم خير بقالي ادي فاطمة احمد السلام عليكم خير بقالي اسمح لي الخطاق السؤال راجلي جاي من لندن اكو تسوب لنسيني الى لندن راجلي جاي من لندن نهار خمسة فتناش غاي بدل الطائرة في بارسلون الفاس ان شاء الله بغط غير نهرا فوش كينشي شروط بنسبة لي اسبانيا وشكرا اسبانيا ده بك اطلب من انجلترا انهم يعملوا التست بالسائر يعني راجليج تست بالسائر بشي يدخل لحاسبانيا ودك التست هذا تست habíaي Dirوا فيها شب Qatar ليسو شيفه واحد باقي يج pase public لن يدوز به من اسبانيا للمغرب في Judit 72 ساعة يعني تست مدعو بالكي تسمى لانها اسبانيا كتطلبالس بسائر بالنسبة للناس اللي مجين إلى انجلترا والمغرب كتطلب السائر بالنسبة للناس اللي مجين من مهم جميع العالم من انجلترا يم اسبانيا هذا هو اللي كان يعني ما غاديش يتعطل في المطار ديال اسبانيا بزاف ويعني عادي يبقى داخل في دك 72 ساعة باش يسافر للمغرب مزيان ويلا كان غادي يتعطل بزاف رخصية يعملت ديال بسهر اخر سلام خويا عافك جاوبني انا كين في الاسبان وبغيت نمشي لفرنسا واش فرنسا طالبه شي حاجة باش ندخل لها اه اي شي فرنسا كتلو تعمر واحد الورقة راح شرحتها في فيديوهات السابقة داك الورقة كتتها بتا اولاين واحد الورقة ديال دي بلاسمو يعني راك مضطر ان راك تسافر ما كتلو منك لا خوستيفيكاسيون لا والو غار داك الورقة كتعمره كتقول لاش نسمسافره لاش غادي يعني ادخل لفرنسا وفاقت ولكن بالنسبة باب الاركاب ما كيسوولوش الناس واش ديال داك الورقة ولا اللا في الطيارة كيفرقوا عليهم واحد الورقة كتتعمر بستيلو هاتشي اللي شفتي هذا فيما يخص ما بين اسبانيا وفرنسا ماشي المغرب وفرنسا خويا انا في اسبان توريست بالفيزا ديالي من مارس الفين وعوشري بغيت ندخل دابا الماروك ديرت بسيري تروافوة توجوغ بوزيتيف من سبتمبر تلدابا تروافوة بغيت غير نهبط البلادي والو دابا الفلوس دابا لا فلوس لاوالو ديما تستنضيرو في اللابو بمية وخمسين شنو ندر اخويا اللا حفظك احا وقت ويداد مش برتش يجاوب ساريح دغيا هكده نقول لك ولكن صعيب يعني ان ديما يخرج بوزيتيف بدى اللابوراتوار بدى اللابوراتوار عندك يكون يبقوا عندهم الداتوز دياليك ووتوماتيك موكي صعيب ان الانسان يعني ثلاث شهر تقريبا يكون يخرج فيه البوزيتيف انفهم باناتينا ركات عرف شنو كدير كتعرف شنو البيسي اير كتعرف شنو السيريولوجي لانا متلا في الساريكك دايما كندوزو للتست كل واحد البريود كنعملو التست السيريولوجي كيخرج لي بوزيتيف لانا كان فيه الفيروس ودوزته دائما كيخرج بوزيتيف ولكن البيسي اير كيجي موراه البيسي اير كندوزو واحد يمين كندلو البيسي اير كيخرج نيغاتيف اختيوي داد النصيحة الوحيدة اللي نقدر نقولك هو بدى اللابوراتوار ديالا كنتي كاتمشي عند نفس اللابوراتوار والله يصير لك الامر